طلابنا الأعزاء الصف الثاني عشر الفرع العلمي نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح لمادة الكيمياء متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعكة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثانوية العامة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التسجيل لمادة الكيمياء للصف الثاني عشر علوم عبر أثير إذاعة صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين التي تبث على موجة 102.1 FM وسنناقش في هذه الحلقة أثر درجة الحرارة على سرعة التفاعل ولكن قبل ذلك كان معكم نشاط بيتي لنقم بحله سويا النشاط كان بحكي إذا كان لديك تفاعل من الرتبة الأولى يحدث عند درجة حرارة 20 درجة سليزية تم منه 20% في زمن قدره 22 دقيقة احسب 1 ثابت سرعة التفاعل 2 عمر النصف للتفاعل 3 نسبة ما يتبقى من المادة المتفاعلة بعد 5 ساعات لنكتب العلاقة الخاصة بتفاعل الرتبة الأولى لغرتهم تركيز A يساوي لغرتهم تركيز A نوت ناقص كيفزين على 2.3 لاحظ معي جيدا تم منه 20% كلمة تم منه كما قلنا سابقا هي نفس كلمة استهلاك أي أن المتبقي حيكون 1 ناقص 20% ويساوي 80% إذن تركيز A يساوي 80% تركيز A نوت خلينا نعوض في المعادلة الرئيسية تبعتنا لغرتهم 80% تركيز A نوت يساوي لغرتهم تركيز A نوت ناقص كيف مجهولة ضرب الزمن 22 على 2.3 أي أن لغرتهم 80% في تركيز A نوت ناقص لغرتهم تركيز A نوت بده يساوي ناقص كيف ضرب 22 على 2.3 تطبيق حصائص اللغة رتمات أنه لغرتهم 80% تركيز A نوت ناقص لغرتهم A نوت تعني لغرتهم 80% ضرب تركيز A نوت على تركيز A نوت ويساوي ناقص كيف ضرب 22 على 2.3 تركيز A نوت مع تركيز A نوت تحذف إذن لغرتهم 80% تساوي ناقص كيف ضرب 22 على 2.3 على الآلة الحاسبة تنتج قيمة الكي 1 من 100 طبعا الوحدة دقيقة السالب واحد عن التفاعل طبعا من الرتبة الأولى الفرع الثاني بده عمر النصف طالما التفاعل من الرتبة الأولى إذن زين النصف يساوي 693 من ألف على كي وتساوي 693 من ألف الكي طلعناها واحد من ألف ويساوي على الآلة الحاسبة 69.3 دقيقة الفرع الثالث من السؤال عاوز نسبة ما يتبقى من المادة المتفاعلة بعد 5 ساعات نكتب طبعا العلاقة الخاصة بتفاعل الرتبة الأولى لغرتهم تركيز الأي يساوي لغرتهم تركيز الأي نوت ناقص كيف ضرب 22 على 2.3 العلاقة الثانية نفرض أن المتبقي هو عين افرض أي قيمة أنت أي رمز أعاوزه عين سين أنا بتفرض المتبقي عين إذن تركيز المادة أي بده يساوي عين في تركيز الأي نوت طبعا من المعادلة الأولى خلينا نعوض فيها إذن لغرتهم العين في تركيز الأي نوت بده يساوي لغرتهم تركيز الأي نوت ناقص الكي 1 من 100 ضرب الزمن 5 انتبه 5 ساعات لازم نحولها لدقائق لأن الكي عندنا هنا وحدتها بالدقائق إذن نضرب في 60 أي لغرتهم العين في تركيز الأي نوت ناقص لغرتهم الأي نوت بده يساوي ناقص 1 من 100 ضرب 5 ضرب 60 على 2.3 تطبيق خصائص اللغة رتمية أي لغة رتمية العين في تركيز الأي نوت على تركيز الأي نوت بده يساوي طبعا ناقص 1 من 100 ضرب 5 ضرب 60 على 2.3 طبعا الأي نوت مع الأي نوت تحذف إذن لغة رتمية العين يساوي ناقص 1.3 أي أن عينته يساوي على الآلة بنعملها شفت اللغة ناقص 1.3 بده يساوي 5 من 100 إذن نسبة ما يتبقى بده يكون بده يساوي 5% نسبة ما يتبقى 5% لنبدأ الآن بالعوامل المؤثرة على سرعة التفاعل من العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل رقم 1 تركيز المواد المتفاعلة والسبب في ذلك لأن زيادة تركيز المواد المتفاعلة يؤدي إلى زيادة عدد الجزئات التي تمتلك طاقة تنشيط انتبه عدد الجزئات التي تمتلك طاقة تنشيط وبالتالي زيادة عدد التصادمات الكلية وبالتالي زيادة سرعة التفاعل أيضا من العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل مساحة السطح المعرض للتفاعل حيث كلما زادت مساعة السطح المعرض للتفاعل زادت سرعة التفاعل العامل الثالث المؤثر على سرعة التفاعل واللي هنتكلم عنه باستفادة ودرجة الحرارة لدينا جدول يحتوي على بيانات درجات حرارة مختلفة مع قيم ثابت سورة تفاعل كي وكذلك قيم طاقة التنشيط بالكيلوجول لكل مول طبعا قيم ثابت سورة تفاعل بالثاني السالب واحد برجاء كتابة هذه البيانات بالأول حنكتب درجات الحرارة عنا 45 درجة انزل سطر كده واكتب لي 50 درجة انزل سطر كمان اكتب لي 55 وانزل سطر اكتب لي 60 إذن درجات الحرارة اللي عنا 45, 50, 55, 60 الآن عند درجة الحرارة 45 بدنا نكتب قيمة كي إلها وكذلك قيمة طاقة التنشيط يعني اعمل العمودين العمود الأول لقيم كي والعمود الثاني لقيم طاقة التنشيط عند درجة الحرارة 45 قيمة كي 4.8 ضرب عشر والسالب أربع بينما قيمة طاقة التنشيط 103 نيجي الآن لدرجة الحرارة 50 قيمة كي 8.8 ضرب عشر والسالب أربع وقيمة طاقة التنشيط 103 نيجي لدرجة الحرارة 55 قيمة كيم 16 درب عشر السالب 4 وقيمة طاقة طنشيط 103 نيجي الآن لدرجة الحرارة 60 قيمة كي 28 درب عشر السالب 4 وقيمة طاقة طنشيط 103 ركز معي جيدا في هذه البيانات لأنه حنستنتج من سنتاجاتها ما جدا لاحظ أنه بزيادة درجة الحرارة قيمة كيم يحصل لها زيادة يعني عند الـ 45 الكي 4.8 في عشر السالب 4 لما زودنا درجة الحرارة 50 زادت قيمة كي أصبحت 8.8 في عشر السالب 4 وهكذا لجميع القيم إذن أول استنتاج بارتفاع درجة الحرارة يزداد ثابت سرعة التفاعل كي وبالتالي تزداد سرعة التفاعل خلينا ناخد أمثلة من الحياة العملية على هذا الكلام تستخدم طنجرة الضغط في طهي الطعام لأنه عند رفع درجة الحرارة تزيد من سرعة التفاعل اللازمة لطهي الطعام كذلك من أمثلة الحياة العملية يتم وضع الأطعمة في الثلاجة لأنه خفض درجة الحرارة يبطئ من تفاعلات التحلل التي تحدث في المواد الغذائية وتفسدها الاسنتاج الثاني لاحظ معي جيدا قيم طاقة التنشيط ثابتة لا تتغير إذن بس تنتج أن درجة الحرارة لا تؤثر مطلقا على قيمة طاقة التنشيط وإنما تعمل على زيادة عدد الجزئات التي تمتلك طاقة التنشيط زي ما حنشوف عدنا لما نشرح منحنة ماكسويل بولتزمان يعني إذا ورد السؤال التالي إذا علمت أن قيمة طاقة التنشيط عند درجة الحرارة 50 درجة سليزية 120 كيلوجيل لكل مول فكم تصبح طاقة التنشيط عند درجة الحرارة 80 درجة سليزية أحسنتم حتبقى قيمة طاقة التنشيط ثابتة زي ما هي يعني 120 كيلوجيل لكل مول لأنها لا تتأثر بدرجة الحرارة بدنا نتعرف الآن على منحنة ماكسويل بولتزمان للطاقة الحرارية وجد أن توزيع الطاقة الحركية على جزئات المادة ينسجم مع منحنة ماكسويل بولتزمان افتحوا الكتاب المدرسي صفحة 80 لنرى الشكل 38 صفحة 80 الذي يمثل منحنة ماكسويل بولتزمان يعني إذا بدنا نحكي ما المقصود بمنحنة ماكسويل بولتزمان هنحكي إنه منحنة يبين العلاقة بين عدد الجزئات وطاقتها الحركية حيث أن معدل الطاقة الحركية يزداد بزيادة درجة الحرارة لاحظوا معي الشكل جيدا يوجد مساحة مظللة تحت المنحنة باللون الأخضر ومساحة غير مظللة باللون الأبيض وبين المساحتين يوجد فاصل مؤشر عليه بسهم ومكتوب على السهم EA لنرى ماذا يعني كل ذلك المساحة المظللة تحت المنحنة باللون الأخضر هذه المساحة تمثل عدد الجزئات التي تمتلك طاقة تساوي طاقة التنشيط أو أعلى منها لننتقل إلى المساحة غير المظللة تحت المنحنة اللي هي باللون الأبيض فيتمثل عدد الجزئات التي تمتلك طاقة أقل من طاقة التنشيط أما بالنسبة للنقطة المؤشر عليها بسهم ومكتوب عليها EM فيعبارة عن طاقة حركية مرتفعة كبيرة تساوي طاقة التنشيط أو أعلى منها يمتلكها عدد قليل من الجزئات إذن نستنتج استنتاجها مهم جدا أن هناك عدد قليل من الجزئات طاقتها الحركية تساوي طاقة التنشيط أو أعلى منها ننتقل الآن إلى منحنة آخر يمثل توزيع الطاقة الحركية على الجزئات لكن انتبه عند درجتي حرارة مختلفة دال واحد أدال اثنين لنرى سويا شكل ثلاثة تسعة صفحة واحد وتمانين من الكتاب المدرسي لاحظ معي وانتبه في هذا الشكل يوجد منحنيين المنحنة الأول لونه أحمر درجة حرارة 300 والمنحنة الثاني لونه أسود درجة حرارة 310 كذلك لاحظ أن المنحنة الأحمر له مساحة محصورة وهي مضللة وكذلك المنحنة الأسود اللي له مساحة محصورة وبرض مضللة طبعا هذه المساحة المحصورة حكينا أنه تمثل عدد الجزئات التي تمتلك طاقة تساوي طاقة الطنشيط أو أعلى منها الآن انتبه لطاقة الطنشيط لنفس التفاعل ثابتة في مكانها بمعنى أنها لم يتغير مكانها عند رفع درجة الحرارة للتفاعل إلى 310 كيلفين إذن نستنتج أنه لا تأثير لدرجة الحرارة سواء بالارتفاع أو بالنخفاض على طاقة الطنشيط ننتقل إلى الملاحظة الثانية على نفس الشكل بدك تشوف للآن أي المنحنيين المنحنة اللي درجة حرارته 300 كيلفين ولا المنحنة لدرجة حرارته 310 كيلفين له مساحة محصورة أكبر المنحنة الأسود اللي درجة حرارته 310 له مساحة محصورة أكبر وهذا يعني أنه عدد الجزئات التي تمتلك طاقة الطنشيط أو أعلى منها أكبر وبالتالي عدد التصادمات الفعالة أكبر وبالتالي تزداد سرعة التفاعل إذن نتوصل إلى استنتاج هام جدا المنحنة الذي له مساحة محصورة أكبر درجة حرارته أعلى وبالتالي له سرعة التفاعل أكبر الآن أريد أن نوه إليك عزيز الطالب إلى ملاحظة هامة انتبه إليك صحيح أن المنحنة الأحمر قمت أعلى من قمة المنحنة الأسود لكن هذا ليس معناه للمنحنة الأحمر أعلى في درجة الحرارة وبالتالي للحكم على أي المنحنين أعلى في درجة الحرارة ننظر إلى المساحة المحصورة تحت المنحنة الذي له مساحة محصورة أكبر له درجة حرارة أكبر وبالتالي له سرعة تفاعل أكبر يعني معناته ممكن يجيبنا هذا الشكل في الاختبار بدون ما يحدد إليك درجة الحرارة لأي من هذين المنحنيين وبيخليك أنت لحالك تحدد أيهما له أعلى درجة حرارة طبعا زي ما حكينا من خلال المساحة المحصورة تحت المنحنة آخر ملاحظة بدنا ننتبه إلها أنه رفع درجة الحرارة يزيد من معدل أو متوسط الطاقة الحركية للجزئات يعني المنحنة الأسود له معدل طاقة حركية أكبر من معدل الطاقة الحرارية للمنحنة الأحمر بالتالي عندما يريد سؤال وضح أفر رفع درجة الحرارة على سرعة التفاعل حتكون الإجابة لأنه كلما ارتفع درجة الحرارة زادت عدد الجزئات التي تمتلك طاقة تساوي طاقة التنشيط انتبه جيدا عدد الجزئات التي تمتلك طاقة طاقة تنشيط وليس طاقة تنشيط وبالتالي يزداد عدد التصادمات الفعالة فتزداد سرعة التفاعل ننتقل الآن إلى منحنة آخر يمثل توزيع الطاقة الحركية على الجزئات لتفاعلين مختلفين عند نفس درجة الحرارة لننظر الشكل 13 صفحة 81 لاحظ معي جيدا أنه EA1 تمثل طاقة تنشيط للتفاعل واحد وأنه EA2 تمثل طاقة تنشيط للتفاعل 2 يعني فيه هنا تفاعلين ولكن لهم نفس درجة الحرارة الآن بدنا نعرف أي تفاعل أسرع التفاعل واحد الذي له EA1 أم التفاعل 2 الذي له EA2 لاحظ معي أنه التفاعل 2 له طاقة تنشيط EA2 أقل أي له طاقة حركية أقل كيف عرفت بالنظر لاحظ معي جيدا أنه المسافة من عند نقطة الأصل لعند التفاعل 2 أقل من التفاعل واحد أي الذي له طاقة حركية أقل وبالتالي طاقة تنشيط أقل وبالتالي عدد الجزئات التي تمتلكها طاقة تنشيط EA2 حتكون أكبر وبالتالي يزداد عدد التصادمات الفعالة وكذلك تزداد سرعة التفاعل أي أن التفاعل 2 أسرع من التفاعل واحد كمان إذا بدك تتأكد من EA2 لاحظ معي مضخط حتى يتلقى مع المحور الصادي الذي يمثل عدد الجزئات وكذلك من EA1 مضخط حتى يتلقى مع المحور الصادي الذي يمثل عدد الجزئات فحتلاقي أنه عدد الجزئات في حالة EA2 أكبر إذن سرعته أكبر إذن استنتاج هام جدا كلما قلت طاقة التنشيط كلما كانت تفاعل أسرع يعني العلاقة بين طاقة التنشيط وصورة تفاعل علاقة عكسية نعمل كده ملخص عام لكل اللي شرحنا زيادة درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة معدل الطاقة الحركية كذلك زيادة عدد الجزئات التي تمتلك طاقة التنشيط كذلك زيادة عدد التصادمات الفعالة كذلك زيادة قيمة ثابت سرعة تفاعل كي وأخيرا زيادة سرعة التفاعل أهم شيء أعرف أن زيادة درجة الحرارة لا يؤثر على طاقة التنشيط لننتقل الآن أعزاء الطلبة إلى نظرية الحالة الانتقالية بدنا نعرف على ماذا تنص هذه النظرية نظرية الحالة الانتقالية تفترض أنهم عند اقتراب جزئات المواد المتفاعلة من بعضها البعض فإنه يتكون بناء جديد بناء غير مستقر كحالة انتقالية ما بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ويسمى هذا البناء بالمعقد المنشط لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 82 الشكل 311 ولنرى آلية تكون الحالة الانتقالية للتفاعل H2 زائد I2 ساهم بيعطينا 2 HI لاحظ جيدا الشكل عند حدوث تصادم فعال انتبه جيدا تصادم فعال يعني أن الجزئات امتلكت طاقة تنشيط بين جزئات ال H2 مع جزئات ال I2 يحدث ما يليم تبدأ الروابط بين ضراتها بالتفاكك وتبدأ رابطة ال HI بالتكون ويدكون المعقد المنشط لاحظ عزيز الطالب ان المعقد المنشط ما هو الا عبر عن تصادم فعال ويكون عنده طاقة الحركة منخفضة بينما طاقة الوضع عالية وبالتالي يكون المعقد المنشط بناء غير مستقر سرعان ما يتفكك ليعطي المواد الناتجة في التفاعلات الأمامية أو يعود ليعطي المواد المتفاعلة في التفاعلات العكسية يعني إذا بدنا نعرف المعقد المنشط هو بناء غير مستقر يمثل حالة انتقالية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ويمتلك أعلى طاقة وضع لسير التفاعل ومن الممكن أن يتحول إلى مواد الناتجة أو يعود إلى أصله كمادة متفاعلة طيب إذا بدنا نعرف طاقة التنشيط حسب نظرية الحالة الانتقالية طاقة التنشيط حسب نظرية الحالة الانتقالية هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتكوين المعقد المنشط من المواد المتفاعلة لنرى الآن شكل 13 صفحة 82 هذا شكل هام جدا الذي يبين الطاقة أثناء سير التفاعل لتفاعل طارد للطاقة انتبه هذا المنحنى يمثل تفاعل طارد للطاقة لاحظ جيدا في حالة التفاعل الطارد للطاقة طاقة المواد المتفاعلة بتكون أكبر من طاقة المواد الناتجة بينما انتبه في التفاعلات الماصة العكس طاقة المواد الناتجة بتكون أكبر من طاقة المواد المتفاعلة لاحظ أيضا أن قمة المنحنى تمثل المعقد المنشط كذلك انتبه أن الفرق ما بين المواد الناتجة والمواد المتفاعلة عبارة عن دلتا اتش أي طاقة التفاعل يعني دلتا اتش تساوم طاقة وضع النواتج ناقص طاقة وضع المتفاعلات وبتكون عندنا الإشارة السالبة إذن على طول بعرف أنه التفاعل طارد للطاقة لكن إذا كانت دلتا اتش موجبة إذن على طول مباشرة التفاعل ماس للطاقة كذلك لاحظ وانتبه أنه طاقة التنشيط هي الفرق ما بين طاقة وضع المعقد المنشط وطاقة وضع المتفاعلات يعني طاقة التنشيط تساوي طاقة وضع المعقد المنشط ناقص طاقة وضع المتفاعلات انتبه لهذه المنحنيات سواء لتفاعل الماص أو طارد للطاقة فهي مهمة جدا إلى هنا أعزاء الطلبة بنكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في النهاية أشكركم على حسن الاستمام كنت معكم دكتورة غريد جواد الصيام مدرسة الدلالة المغربة الثانوية ألف أترككم في رعاية الله أمنه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الكيمياء شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر